بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم وتابعين قناة الاسكولة طلاب الصف الثاني السنوي ان شاء الله هنكمل معكم شرح الفصل الثاني في الوحدة الاولى بعنوان الضوء نتكلم النهاردة ان شاء الله عن الانحراف في المنشور السلاسي قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك وشير عشان كل يوصلوا طيب الانحراف في المنشور السلاسي ده بصته ايه? انا لما يكون عندي منشور بالشكل ده المنشور ده اصلا عبارة عن ايه? المنشور ده عبارة عن مجسم من الزجاج على شكل مسلس وده فايدته ان هو يعني بيفصل الضوء الابيض لمكوناته السبعة اللي هو الاحمر برتقالي اصفر اغضر ازرق نيلي بنفس جيه فانا هنا عايز ادرس مصاري الشعاع الضوءي ده لما بيدخل المنشور السلاسي بص كده ان لما يكون عندي منشور سلاسي سلاسي بهذا الشكل وعندي شعاع ضوء هنا بيسقط على احد اوجه المنشور بزاوية سقوط اولة بقولها على فاي واحد اللي هيحصل اولاد زي ما انتم شايفين كده هينكسر بزاوية انكسار هقول عليها سيتا واحد وبعد كده هيسقط مرة تانية على الوجه الاخر بزاوية سقوط تانية بقول عليها في اتنين بعد كده هينكسر بزاوية انكسار تانية اللي هي سيتا اتنين يا بني انت عندك هنا الشعاعات ضوء سقط وانكسر كم مرة مرتين مرة عالواجه ده ومره عالواجه ده انا هنا يهمني زاويتين مهمين قوي اول زاوية اللي هي زاوية رأس المنشور وديها اولاد محصورة ما بين ايه و ايه محصورة ما بين الوجه اللي بيسقط عليه الضوء والوجه اللي بيخرج منه الضوء يبقى هنا زاوية رأس المنشور دي زاوية محصورة بين الوجه اللي بيسقط عليه الشعاع الضوئي والوجه اللي بيخرج منه الشعاع الضوئي تاني حاجة زاوية الانحراف الفا زاوية الانحراف دي المحصورة بكل بساطة بين امتداد الشعاع الساقط وامتداد الشعاع الخارج الزاوية المحصورة ما بين امتداد الشعاعين دول دي بقول عليها زاوية الانحراف طيب انا هتعامل من خلال كم قانون من خلال ثلاث قوانين اول قانون اولاد طبعا معانا اللي هو سنل ان واحد ساين فاي بيساوي ان اتنين ساين سيتا تاني حاجة قانون زاوية رأس المنشور بالهدوة كده واحدة واحدة زاوية رأس المنشور دي جوه المنشور يبقى هنا بتساوي ايه مجموع الزاويتين اللي جوه اللي هما سيتا واحد وفاي اتنين يبقى حط في اعتبارك انا لما اجيحسب زاوية رأس المنشور دي جوه المنشور يبقى بتساوي مجموع الزاويتين اللي جوه سيتا واحد وفاي اتنين يبقى هنا انا اقدر اقول ايه يساوي ستا واحد زاية في اتنين طب زاوية الانحراف زاوية الانحراف دي الزاوية المحصورة بين امتداد الشعاع الساقط يبقى زاوية السقوط في واحد وامتداد الشعاع الخارج يبقى زاوية الخروج ستا اتنين ناقص زاوية رأس الايه المنشورين دول التلات قوانين اللي احنا هنتعامل بهم ان شاء الله في المنشور السلاسي طيب تعالى كده نشوف اول مثال ساقط شعضة ضوقي على احد اوجه منشور سلاسي بزاوية سقوط اتنين وخمسين ويخرج من الوجه المقابل بزاوية خمسة واربعين فاذا كان معامل انكسار مادة المنشور بواحد ونص عايز زاوية رأسه انا اهم حاجة عندي في مسائل المنشور الرسمي طيب انا عندي هنا منشور سلاسي بهزا الشكل عندي شعضة ويساقط بزاوية اتنين وخمسين وبعد كده طبعا هينكسر وهينكسر مرة ايه اخرى في الوجه الايه الاخرى خرج بزاوية كم خرج بزاوية كمسة واربعين درجة طالب من حضرتك زاوية رأس المنشور زاوية رأس المنشور احسبها ازاي زاوية رأس المنشور دي جوه المنشور بتساوي ايه ه مجموعة الزاويتين اللي جوه اللي هما سيتة واحد الانقصار الاولى زاية فاي اتنین السقوط التنية يا بان هنا لازم احسب سيتة واحد وفاي اتنين طب احسبهم ازاي بقانون nåسنل ممكن اطبق اثنان لمر هنا ومر هنا مرة في الانقصار الاول ومرة في الانكسار الايه? التاني. تعال كده نطبق قانون سنل في كل مرة. في الانكسار الاولاني يبقى هنا ان واحد صين فاي واحد بيساوي ان اتنين صين سيتا واحد. خد بالك الشعضة وانتقل من الهواء المنشور ان واحد للهواء بواحد في صين اتنين وخمسين. ان اتنين للمنشور بواحد ونص في صين سيتا واحد. احسب انا بقى هنا سيتا واحد واحد وتلاتين وتسعة وستين من مية. طيب. يبقى هنا سيتا واحد واحد وتلاتين وتسعة وستين ايه من مية. عايز احسب هنا بقى فاي اتنين. برضو بنفس الطريقة اطبق اسنل في الانكسار التاني. يبقى هنا انا اقدر اقول ان واحد صين فاي اتنين بيساوي ان اتنين صين سيتا اتنين. الشعض ده انتقل من المنشور للهواء. ان واحد للمنشور بواحد ونص في صين فاي اتنين دي اللي انا عايز احسبها. ان اتنين للهواء بواحد في صين سيتا اتنين اللي هي بخمسة واربعين. طيب احسب انا بقى كده صفاي اتنين. تمانية وعشرين وطلات عشر من مية. بقى انت عندك الزاويتين اللي جوه عايز احسب زاوية رأس المنشور بكل بساطة اجمع الزاويتين اللي جوه هتطلع في الاخر ايه تسعة وخمسين واثنين وتمانين من مية. مثال اللي بعده سقط شعاء ضوئي بزاوية ستين درجة على احد اوجه منشور سلاسي متساوي الاضلع. معامل انكسار مادته جزر تلاتة. عايز زاوية الخروج وعايز زاوية الانحراف. طيب الاساس عندنا في المسائل بتاعة المنشور ان احنا نرسم. انا عندي هنا منشور سلاسي. بهذا الشكل. وبيقول لحضرتك ان المنشور ده متساوي الاضلع ازان جميع زاوية بستين. يعني زاوية رأس المنشور بستين. طيب بعد كده بيقول لك سقط شعاء ضوئي بزاوية ستين درجة على احد اوجه المنشور بالشكل ده. قادر عندي شعاء. سقط بزاوية ستين ايه درجة. طلب زاوية الخروب وزاوية الانحراف. طيب تعال كده نكمل مصار الشعاع ونحسب زاوية زاوية بتقابلنا. هو سقط بستين طبعا هنا ايه انكسر. تعال كده هنحسب زاوية الانكسار الاولى هنتعامل باولاد هنتعامل بقانون اسنل. هطبق اسنل في الانكسار الاولاني. يبه هنا ان واحد صين فايل واحد بيساوي ان اتنين صين سيتا واحد. هو انتقل من الهوى للمنشور ان واحد للهوى بواحد في صين فاي صين ستين. ان اتنين للمنشور بجزر تلاتة. في صين سيتا واحد دي اللي انا بقى ايه احسبها. احسب سيتا واحد تلاتين درجة. يبه هو هنا سقط بستين وزاوية الانكسار الاولى تلاتين. بعد كده الشعاع الضوئي هنا هيسقط على الوجه الاخر. انا عايز اعرف زاوية السقوط التانية. طبعا زاوية رأس المنشور بتساوي مجموع الزاوية تين اللي جوه. يعني هنا دي بتلاتين يبقى زاوية السقوط التانية. ستين نقص تلاتين يبقى دي برضو تلاتين. طيب. عايز اعرف بقى هنا زاوية الانكسار التانية او زاوية الخروج. واحد يقول لي. طب ما هو في احتمال ان هو ينكسر مماس. وفي احتمال ان هو ينعكس انعكاس كله. تاني كده. للوقت الشعاع ده اللي بيسقط على الوجه الاخر. في كم احتمال? عندك تلات احتمالات. اما ان هو ينكسر عادي. لو زاوية السقوط اقل من الزاوية الحرجة. اما ان هو ينكسر مماس. لو زاوية السقوط بتساوي الزاوية الحرجة. واما ان هو ينعكس انعكاس كله. لو زاوية السقوط اكبر من الزاوية الحرجة. طب احنا هنتعامل ازاي? احنا هنعرف منين? حضرتك هتكمل عادي جدا مفيش اي مشكلة يعني ايه هتتم العادي يعني هتشتغل بسنل هتفترض ان هو انقصر هتشتغل بسنل وتجيب زاوية الانكسار التانية والله لو زاوية الانكسار التانية طلعت يبقى ازا ان هو انقصر انما لو ادلك في الالة الحزبة ارر اه يبقى هو معنى كده ان هو ما انقصرش يبقى هو كده انعكس انعكاس كله يبقى تاني انا دلوقت عايز اعرف زاوية الانكسار التانية لو طلعت لك يبقى هو فعلا انقصر إنما لو ادي لك في الآلة error يبقى هنا في الحالة دي انعكس انعكاس كله طب تعال كده نحسب زاوية الانكسار التانية برضو هنا ولادها نشتغل بسنل هنطبق سنل في الانكسار التاني يبقى هنا N1 sin phi 2 بتساوي N2 sin c2 تعال عوض هو انتقل من المنشور للهوى N1 للمنشور جزر 3 في صين 30 N2 للهوى بواحد في صين c2 دي اللي انا عايز احسبها احسب انا بقى كده في الاخر c2 هتطلع بستين درجة يبقى هنا اولاد زاوية الخروج بستين درجة طيب بعد كده عايز زاوية الانحراف زاوية الانحراف المحصورة بين امتداد الشعاء الساقط وامتداد الشعاء الخارج امتداد الشعاء الساقط يبقى زاوية السكوت phi 1 وامتداد الشعاء الخارج يبقى زاوية الخروج ستا 2 ناقص زاوية رأس المنشور يبقى انا اقدر اقول زاوية الانحراف طيب الزجاجي متساوي الاضلع يعني معنى كده ان جماعة الزوايا بستين يعني زوت رأسه بكامل بستين طيب معامل انكسار مادته بواحد ومص عايز السيتا اللي هي زوت الانكسار التاني اللي هي زوت الخروج طب هتا عمل ازاي طب ما نكمل هنا الزوايا هو ساقط هنا بتلاتة واربعين انا هنا عايز زوت الانكسار الاولى نشتغل بقانون سنل ان واحد صين فاي واحد يساوي ان اتنين صين سيتا واحد يبان هنا طبقت سنل في الانكسار الاول انتقل من الهواء المنشور ان واحد الهواء بواحد في صين تلاتة واربعين ان اتنين منشور بواحد ونص في صين سيتا واحد اللي هي المجهول احسب انا بقى كده سيتا واحد اشوف تطلع بكم يعني بالتقريب سبعة عشرين ايه درجة يبقى هنا زوت اللي انكسار الاولى سبعة عشرين ايه درجة عايز هنا زوت السقوط التانية قد بالك هو جايب لك هنا زوت رأس المنشور بكم بستين زوت رأس المنشور دي بتساوي مجموعة زوتين اللي جوه يبقى انا اقدر اقول زاوية السقوط التانية ستين ناقص سبعة عشرين هتطلع تلاتة وتلاتين درجة عايز بقى هنا زاوية الانكسار التانية اقدر اجيبها بقانون سنل اطبق سنل في الانكسار التاني ان واحد صين في اتنين بيساوي ان اتنين صين سيتا اتنين هو انتقل من المنشور للهواء ان واحد للمنشور واحد ونص في صين في اتنين هنا تلاتة وتلاتين ان اتنين للهواء واحد في صين سيتا اتنين احسب انا بقى كده سيتا اتنين اربعة وخمسين وسبعة من عشر ايه درجة طيب نشوف كده ولادي المسايل لبعده في الشكل مقابل ازا كان معامل الانكسار مادة المنشور واحد ونص فان قيمة الزاوية سيتا هي تقريبا مؤطة لاحز كده معايا ان الشوع الضوء هنا سقط ايه عمودي يقب هنا ينفز على استقامته طب دي خمسين تبقى دي كم دي اربعين طب دي اربعين تبقى دي كم دي خمسين لاحز كده هو انعكس انعكس كل يعني معنى كده ان زاوية السقوط هنا ايه اكبر من الزاوية الحركة سقط بخمسين يبقى هينعكس بخمسين طب دي خمسين تبقى دي كم اربعين دي اربعين ودي خد بالك اربعين يبقى الزاوية دي كلها كم اولاد الزاوية دي كلها بمية الزاوية دي كلها بمية طيب اوضح كده العمود المقام ادي هنا العمود الايه المقام الزاوية ما بين زاوية سقوط الشعاط ضوئي على القاعدة هنا اللي هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاط سقط والعمود المقام كم؟ ادي العمود المقام يعني ده تسعين يبقى مية ناقص تسعين كم ولاد عشرة مية ناقص تسعين كم عشرة يبقى اخد بالك زاوية سقوط الشعاط ضوئية على القاعدة هنا بكم بعشر درجات هو طالب زاوية الخروج سيتا اتعامل بقانون ايه سنل ان واحد صين في بيساوي ان اتنين صين سيتا طيب هو انتقل من المنشور للهواء ان واحد المنشور واحد ونص في صين فايل هي عشرة ان اتنين للهواء بواحد في صين سيتا احسب انا بقى كده سيتا اشوف تطلع بكامل خمستاشر درجة المثال اللي بعده في الشكل مقابل يسقط شعاع عموديا على الوجه ويزد لمنشور سلاسي فاذا كانت الزاوية الحرجة اتنين واربعين درجة اي العبارات التالية تكون صحيحة انت عند حضرتك منشور سلاسي الزاوية دي تلاتين يبقى دي بستين ده هنا قائم وعندك شو عضو ايه بيسقط على القاعد عموديا طبعا بيسقط عموديا يبقى انا اقدر اقول ان هو هينفز على استقامته بدون انحراف بالشكل ده طيب انا دلوقتي عايز اعرف زاوية سقوطه على الوطر بكامل تعال كده اكمل الزاوية واحدة واحدة هو هنا سقط عمودي يعني دي تسعين ودي ستين يبقى اكيد دي تلاتين دي تلاتين يبقى ازا زاوية السقوط ستين لاحظ بقى كده معايا دلوقتي في كم احتمال تلاتة اما ينكسر عادي بص كده اما ينكسر عادي بالشكل ده اما ينكسر ممس بالشكل ده اما ينعكس انعكاس كلي تاني اما ينكسر عادي ده لو زاوية السقوط اقل من الزاوية الحرجة اما ينكسر ممس لو زاوية السقوط بتساوي الزاوية الحرجة اما ينعكس انعكاس كلي لو زاوية السقوط اكبر من الزاوية الحرجة طب بصيلي كده الزاوية الحرجة اتنين واربعين وزاوية السقوط بستين اكبر من الزاوية الحرجة اه يبقى في الحالة ده اولاد اقدر اقول ان هو هينعكس انعكاس كله بزاوية ستين يبقى هنا في الحالة دي اقدر اقول ان هو هينعكس انعكاس كله يبقى هنا الاحتمال ده غلط والاحتمال ده برضو ايه غلط هينعكس انعكاس كله هنا ايه صح بص كده في الاختيارات يمر الشعاع خلال الوجه يزد دون انحراف ده طبعا صح زود سقوط الشعاع الوجه x y تساوي 60 طبعا صح يعاني الشعاع انعكاسا كليا عند الوجه x y ده طبعا صح ليه لانه سقط بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة ايب انا اقدر اقول جميعها ايه صحيحة المثال اللي بعده الشاك المقابل بيوضح منصور سلاسي متساوي الساقين معامل انكسار مادته واحد ونص يسقط على احد اوجه شعاع ضوئي فان زاوية انحراف الشعاع الضوئي تساوي نقط طيب حاجة زي كده اتعامل ازاي انت عندك هنا منصور متساوي الساقين الزاوية دي بتمانين يبقى ايزا هنا اقدر اقول ان دي بخمسين ودي بخمسين طيب الشعاع بيميل عالوجه ده بزاوية تلاتين طبعا دي مش زاوية سقوط وما زاوية السقوط طبعا ستين هيسقط بستين اولاد هينكسر مقترب من العمود عايز اعرف هنا زاوية الانكسار تعال كده نحسب زاوية زاوية تقابلنا تعال نشتغل بقانون سنل ان واحد ساين في بيساوي ان اتنين ساين سيتا كده بلك ده الانكسار الاول يبقى هنا ساين في واحد ساين سيتا ايه واحد هو هنا انتقل من الهوى للمنشور ان واحد للهوى بواحد في ساين ستين ان اتنين للمنشور بواحد ونص في ساين سيتا واحد احسب انا بقى كده سيتا واحد ساوي خمسة وتلاتين وستة وعشرين من مية درجة يبقى اذا ان هنا سيتا واحد خمسة وتلاتين وستة وعشرين من مية درجة طيب هيسقط على القاعدة هنا عايز اعرف زاوية السقوط بكم اسألك سؤال هنا فين زاوية رأس المنشور هل تمانين درجة لا طبعا زاوية رأس المنشور اولاد دي الزاوية المحصورة بين الوجه اللي بيسقط عليه الشعاع والوجه اللي بيخرج منه الشعاع فين الوجه اللي بيسقط عليه الشعاع الوجه ده فين الوجه اللي بيخرج منه الشعاع الوجه ده اذا هنا الزاوية المحصورة ما بينهم هي دي زاوية رأس المنشور اللي هي ايه خمسين طيب اقدر احسب هنا زاوية السقوط التانية طبعا زاوية رأس المنشور دي بتساوي مجموع الزويتين اللي جوه تاني كده زويت رأس المنشور دي بتساوي مجموع الزويتين اللي جوه يقب هنا زويت السقوط التانية خمسين ناقص خمسة وتلاتين وستة وعشرين من مية هتطلع في الاخر اربعة عشر واربعة وسبعين من مية طيب عايز عرف بقى هنا زويت الخروج حد يقول لي تاني اشعرفنا ان الشعاع الضوء هينكسر ما هو ممكن ينكسر ممس وممكن ينعكس انعكاس كلي اقرر لك تاني اشتغل شغلك عادي يعني احسب زويت الانكسار بقانون سنل لو زويت الانكسار تلعت يبقى انت شغلك مظبوط لو زويت الانكسار هنا لو ادي لك مس ارور اه يبقى في الحالة دي اقدر اقول ان الشعاع انعكس انعكاس كلي ما انكسرش تعال كده انكمل شغلنا بقانون سنل هنفترض ان الشعاع الضوء هنا انكسر دعا نشتغل بسنل في الانكسار التاني ان واحد صين فاي اتنين بيساوي ان اتنين صين سيتا اتنين انتقل من المنشور للهوى ان واحد للمنشور بكام اولاد واحد ونص في صين فاي اتنين اربعة اشر واربعة وسبعين من مية هيساوي ان اتنين للهوى بواحد في صين سيتا اتنين احسب انا بقى كده سيتا اتنين تلاتة وعشرين واربعة واربعين ايه من مية يبقى اذا هنا زاوية الانكسار التانية طلعت لك يبقى هو هنا شعاع الضوء ينكسر مرة تانية يبقى اذا هنا انا عايز اقول زاوية الانكسار التانية اللي هي زاوية الخروج اولاد تلاتة عشرين واربعة اربعين ايه من مية طيب انا عايز هنا زاوية الانحراف طبعا زاوية الانحراف الزاويتين اللي برة ناقص زاوية رأس المنشور تاني كده زاوية الانحراف الزاويتين اللي برة ناقص زاوية رأس المنشور يعني هنا الالفة هيساوي ستين زاقد تلاتة وعشرين واربعة واربعين من مية ناقص الخمسين هتطلع في الآخر جيم اتنين وتلاتين واربعة واربعين من مية درجة طيب مثل لبعض الشكل المقابل بيوضح مصار شعاع ضوئي يسقط على منشور سلاسي فإن زاوة الانحراف نقط هو هنا طالب من حضرتك زاوة الانحراف طب زاوة الانحراف مجموعة الزاويتين اللي برة ناقص زاوة رأس المنشور طب هتعمل ازاي تعال كده نكمل لناقص الزاوية دي بخمسين يبقى زاوة الانكسار الاولى دي طبعا ده العمودي يعني ده تسعين زاوة الانكسار الاولى تسعين ناقص خمسين أربعين هنا تسعين ناقص تمانية وستين اتنين وعشرين طيب أنا هنا ناقص ليه طبعا هنا 30 يبقى زاوية السقوط الأولى ب60 أنا ناقصني هنا زاوية الخروج أو زاوية الانكسار الثانية طب أنا عشان أجيب زاوية الانكسار الثانية أنا أكيد هشتغل بسنل طب أنا ناقصني إيه عشان أشتغل بسنل ناقصني معامل الانكسار بتاع المنشور طب أنا ممكن أجيبه إزاي أنا ممكن لو طبقت سنل في الانكسار الأولاني أقدر أجيب معامل الانكسار المنشور تعال كده تعال طبق سنل في الانكسار الأولاني فهنا N1SinFi1 بيساوي N2Sin1 طيب انتقل الشعضة وانتقل من الهوى للمنشور N1 للهوى بواحد في سين ستين N2 المنشور ده اللي أنا عايزه في سين سيتا واحد باربعين أحسب هلاقي N2 بتساوي واحد وخمسة وتلاتين من مهي بأنا كده جبت معامل الانكسار المنشور طيب ناقصني هنا زاوية الانكسار الثانية أو زاوية الخروج قلنا هشتغل بسنل تعال نطبق بقى سنل في الانكسار الثاني نواحد سين في اتنين بيساوي N2Sin2 انتقل من المنشور للهوى نواحد للمنشور واحد وخمسة وتلاتين من مية فيه سين اتنين وعشرين بيساوي إن اتنين للهواب واحد فيه سين سيتا 2 المجهولة أحسب أنا بقى كده سيتا 2 تلاتين وتمانية وتلاتين من مية درجة يبقى إذا ننا سيتا 2 تلاتين وتمانية وتلاتين من مية درجة طيب زاوية رقص المنشور اولاد طبعا بتساوي مجموعة الزاوتين لجوه سيتا 1 وفاية 2 أربعين وتنين وعشرين اتنين وсятين طيب زاوية الانحراف الزاوتين اللي برا نقل زاوية رقص المنشور يعني هنا الالفة بتساوي الزاوتين اللي برا الزاوتين اللي برا طيب سقط شعاع ضوئي عموديا على احد اوجه منشور سلاسي زاوية رأسه تلاتين درجة فاذا كان معامل انكسار مادة المنشور جزر اتنين عايز زاوية خروج الشعاع من المنشور طيب يعني انا عندي هنا منشور سلاسي بالشكل ده شعاع ضوئي سقط عمودي بالشكل ده الشعاع الضوئي هنا سقط عمودي يعني معنى كده ولادي ان زاوية السقوط بسفر زاوية السقوط الاولى بسفر بالتالي زاوية الانكسار الاولى برضو بسفر طيب زاوية رأس المنشور هنا اخد بالك بتلاتين الشعاع الضوئي هيسقط على الوجه الاخر عايز اعرف بقى زاوية السقوط التانية بكم هو مش احنا بنقول زاوية رأس المنشور بتساوي مجموع الزاويتين اللي جوا طيب الاولانية بسفر ايباد تانية هتساوي زاوية رأس المنشور ايباد تلاتين طالب هنا زاوية الايه الخروج اقدر اجيب زاوية الخروج بكل بساطة ازاي من قانون سنل ومعايا هنا معامل انكسار مادة المنشور بجزر اتنين طيب اشتغل بقانون ايه سنل هشتغل على ان الشعاع الضوء انكسر عادي هشتغل بسنل في الانكسار التاني ان واحد صين في اتنين بيساوي ان اتنين صين سيتا اتنين هو انتقل من المنشور للهوى ان واحد للمنشور جزر اتنين في صين في اتنين هنا بتلاتين ان اتنين للهواب واحد في صين سيتا اتنين احسب انا بقى كده سيتا اتنين خمسة واربعين درجة طيب في نفس السؤال اولاد عايز هنا زاوية انحراف الشعاع الضوءية طبعا هنا زاوية انحراف الشعاع الضوءة دي بتساوي ايه بتساوي هنا احنا قلنا زاوية الانكسار التانية لخمسة واربعين زاوية انحراف اجمعة دي الزاوية اللي هي بتساوي مجموع الزاوتين لبرا وبعز زاوية راسل منشور يكمنا هنا اقدر اقول ان زاوية الانحراف مجموعة الزاويتين ده بره خمسة واربعين زائد سفر نقص زاوية رأس المنشور اللي هي تلاتين هتطلع في الاخر خمستاشر درجة كده ولاد يكون خلصنا دارسنا بعنوان الانحراف في المنشور السلاسي ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم في زاوية النهاية الصغيرة لانحراف اتمنى يكون التارس سهل عليكم التوفيق ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة